السلام عليكم و اهلا بكم معكم محمد لطفي و درس جديد هنتعلم فيه كيفية انشاء علامة وايكونة صحة و خطأ و هنستفيد بها سواء كانت لتصميم المواقع او التصميمات المختلفة اول حاجة هنبدأ نروح لادات الريكتانجل و هنرسم مستطيل بالشكل ده انا هسيبه باللون الاسوي وبعد كده هختار اداة التدوير او اداة الروتيت و زي ما انتم لاحظين ان التدوير بيتم على نقطة المنتصف انا عاوز اخليه يتحرك بدوران من الكورنر اعمل كده ازاي هروح لادات الروتيت و اضغط كليك شمال على الكورنر بطريقة سهلة جدا و كده يبدأ يتحرك على نقطة الكورنر و احرك و انا ضاغط على شفت عشان يديني حركة زاوية 45 و كده وصلت للشكل المطلوب وبعد كده هختار ادت و منها هختار كوبي وبعدها هختار ادت تاني و هختار منها بيست اند بليس و اختار اداة التدوير او اضغط على حرف R دي اختصار اداة التدوير و ابتدي احرك بالشكل ده يديني معايا زاوية 45 مع الضغط على شفت وبعد كده هزود طول المستطيل و يديني شكل علامة الصح بالشكل ده و هاخد منها كوبي بالضغط على كليك شمال مع Alt مع Shift عشان يحفظ لي على المحاذاة وبعد كده هختار Object و Transform و Reflect وبعدها هختار منها كوبي وتظهر معايا بالشكل ده و دلوقتي انا رسمت الايكونات بالشكل ده بس اي عبارة عن اجزاء منفصلة عن بعض و كل شاب لوحده لو جيت احرك جزء منهم الجزء التاني مش هيتحرك انا عاوز دلوقتي اجمعهم مع بعض هعمل كده ازاي هحدد على اي شاب انا عاوزه ادمجه مع بعض و هاختار من الباسفندر دامج الشاب و كده يظهر معايا في شكل واحد و هنطبق نفس الكلام على علامة التانية و بعد كده هختار Elips Tool عشان اعمل خلفية للعلامة و اسحب بالشكل ده و اغير لونها للأحمر و اختار Arrange و Send To Back و احدد عليهم و اعمل لهم محاذاة و اخد منها كوبي و اخليها وراء العلامة الخطأ و اعمل لها محاذاة مع الخلفية و اخد العلامتين و اغير لونهم الابيض انا دلوقتي لو حبيت استخدم الايقونات دي على خلفيات مختلفة انا عاوز الخلفية تبان معايا مكان الصحة و الخطأ بحيث تظهر لون الخلفية انا هجيب اداة الريكتانجل و هسحب كده و اغير لونها للأورنج و اختار من Object و اختار Arrange و Send To Back و زي ما انتم لاحظين اللون مظهرش من خلال العلامات و عشان اخلي اللون يظهر معايا احدد علي خلفية الايقونا بالشكل ده و اضغط Shift و اختار علامة الخطأ و اروح لل Pass Finder و اختار Minus بالشكل ده يتحذف معايا و اظهر الخلفية انا هنا عملت ايه انا قلت له يجمع لي الشكلين مع بعض و يحذف الشكل الداخلي من الشكل الخلفي و اروح لعلامة الصحة و احدد عليها و اضغط Shift و اختار خلفية الايقونا و اعملها Minus و كده يظهر معايا الخلفية و اقدر اغيرها لأي لون او اي شكل و كده اصبحت الايقونات شفاف اقدر استخدمها على اي موقع او اي تصميم بحيث اول ما احط الايقونا على اي شكل يظهر معايا الشكل الخلفي او ال background و دلوقتي اغير لون الايقونات بحيث انها تكون مناسبة لأي تصميم دي انا اقدر اغيرها في اي وقت هعمل عليها Select و اختار لون سواء كان Solid او Gradient من السواتشت و اسحب اللون بالشكل ده و اعمل Select على الايقونات التانية و اغير لونها برضو لتدرج لوني و اسحب الالوان للGradient اي لونين انا اختارهم او اكتر دي حاجة ترجع لشكل التصميم و المظهر اللي انت اعاوز و يظهر معايا في الاخر بالشكل ده و بكده يكون درسنا البسيط انتهى انتظرونا في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر